بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبرك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ الحجة جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي ولوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاتي وسرحي في الدارين آمين وما زلنا في النوع الثالث والخمسين في الإجاز والإطناب واليوم ننتهي من موضوع الإجاز أمثلة حزف أكثر من كلمة إحنا قلنا إن في حاجة اسمها النوع الرابع ما يسمى بالاختزال والاختزال بيبقى فيه محزوف إما يكون كلمة واحدة اسم أو فعل أو حرف أو يكون أكثر من كلمة أمثلة بقى حزف أكثر من كلمة حزف مضافيني كما في قوله فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها لي تعظيم شعائر الله وحرمات الله أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب قوله قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون حزف ثلاث متضايفات يحزف ثلاث متضايفات يعني عدة مضافة إليه لأن المضافة إليه قد يتكرر في قوله فكان قاب قوسيني أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب شوف فكان مقدار محزوف مسافة محزوف قربه محزوف مقدار ده اسم كان محزوف ومسافة قربه دي مضافة إليه وكان مقدار مسافة قربه اتنين مضافين إليه مضافين لمين لإسم كان وخبرها مثل قاب كل ده محزوف فحزف ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها يعني اسم كان واثنين مضاف إليه حزف مفعولي بابي ظنة أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركائي لأن ظنة بتحتاج مفعولين تزعمونهم شركائي المفعول الأول اللي هو الضمير المتصل اللي هو هم وشركائي المفعول التاني حزف الجرع المجرور خلطوا عملا صالحا أي بسيء وآخر سيئا أي بصالح نحن نقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيء مش كده يبقى خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح حزف العاطف مع المعطوف وتقدم تقدم قبل كده في وجب لك مثالين ليها في الأوفاك لا يستوي منكم من أنفقه من قبل الفتح وقاتل أي ومن أنفقه بعده شوف شوف حزفه ومن أنفقه بعده حزف العاطف مع المعطوف العاطف الورواء والمعطوف من أنفقه بعده حزف العاطف والمعطوف وزي قوله بيدك الخير والشر يبقى العاطف الواو والشر المعطوف فاكرين أنتو لما قالها قبل كده عشان كده ايه ردك لها يعني لو كنت بتفتكر يعني اللي بيفتكروا ماتوا والوقت ناس مشوش بيه المشوش مسكين الواتساب والانترنت والتليفزيون والراغي والشات وقاعدين يضيع وقتهم في كلام فارغ بقت مخهم طير منه مسكين جيل مسكين جدا أمسكن جيل فربنا ينجيه ويتصدق عليه إنما الصدقات والفقراء والمساكين حزف حرف الشرط وفعله حرف الشرط وفعله ويتصدق بعد الطلب نحن فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني أي فإن اتبعتموني يحببكم الله ماذا كده برهم أي إن اتبعتموني قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أي إن قلت لهم يقيموا وجعل منه الزمخشري فلن يخلف الله عهده أي إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا وجعل منه أبو حيان فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أي إن كنتم آمنتم بما أنزل إليكم فلما تقتلون أنبياء الله شفتوا كل دي محزوفة لكنها معلومة هو بيحزف المعلومة على فكرة يعني بيكلم الناس بتفهم ليه؟ ما فيش مفهومية مش المسلمين المصريين ولك بنفهمها وهي طايرة يعني وهي محزوفة وهي طايرة يعني إيه؟ يعني وهي محزوفة كده ليه؟ فالمصريين دول علماء في الحزف حزف جواب الشرط فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ففعل هو قال له ففعل فإن قال له شف فإيه؟ جواب الشرط محزوف وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون حصل إيه؟ أعراضه ما قال لكش أعراضه حزف بدليل ما بعده أي إن ذكرتم أي تطيرتم ولو جئنا بمثله مدد أي لنفد مش كده برضو؟ كل دي إيه؟ أجوبة شرط محزوفة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم أي حيصل إيه؟ محزوف يعني لا رأيت شيئا يفزعك لا رأيت شيئا يزعجك لا تحسرت حسرة كبيرة تقدرها أي قدر لقلت يا لهوتي يا حسرتي يا دهوتي تقدرها بقى أي حاجة بقى يعني هتبقى حاجة مصيبة أو تقول إلحقوني أغسوني كده سيبهلك بقى أنت أقدرها زي ما تقدر لأن تفاعل كل واحد حيختلف فيهمت بقى إزاي؟ فسبهلك بقى اللي حيصوت اللي حيتنطت اللي حيعيط فيهمت بقى إزاي؟ أشكد قال إيه؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم أي لرأيت أمرا فضيعة وكذلك قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم أي لعذبكم لولا أربطنا على قلبها أي لأبدت به يعني لولا أنه هو ثبتها ثبت أم موسى وابنها البحر إيه؟ الطيار البحر خده ومشي به فلقيته مخاة حيتر منها لولا أن ربنا ثبتها كنتمشت في الشارع تجري وتقول موسى 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 خلاص يتفقست وقبضوا عليه ويبقى خليه في الذكر هتوقت له لأنتبقى إزاي؟ لك ربنا إيه؟ ربط على قلبها ففلت قعدة إيه في بيتها؟ بالرغم أن إيه؟ قلبها طير منها فهمت؟ ولولا أن ربطنا على قلبها أي لأبدت به ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم كان يحصل أي لسلتكم على أهل مكة يعني لولا أن كان فيه كثير من الرجال والنساء المسلمين اللي بيخفوا إسلامهم في مكة وعاشين في وسط الكفار لكم ربنا أغرى المسلمين اللي جايين محرمين يدخلوا مكة بالقوة بقوة السلاح لما منعوهم من العمرة في الحديبية وقتلوهم بس لو عمل كده كان هيحصله كتير من المسلمين والمسلمات اللي هم مختلطين في وسط الكفار وما نعرفش أنهم مسلمين كانت قتل فلكن ربنا إيه؟ خلاهم يتصلحوا ومرضش يغريهم أنهم يقتلوهم علشان يحمي المسلمين المستضعفين المختلطين مع الكفار وهم مش عارفون نشكرنا بيقول لهم إيه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم أي لسلطكم على أهل مكة هم؟ حزف جملة القسم دي كتير بقت ليه لأعذبنه عذابا شديدا أي والله لأعذبنه حزف جوابه لأعذبنه عذابا شديدا أي والله وفي حزف الجواب بقى يعني في حزف جملة القسم وأحيانا يحزف جواب إيه؟ القسم زي إيه؟ والنازعات غرقا أي لتبعثن شما بينكره؟ صاد والقرآن ذي الذكر يعني إنه لمعجز مستحزف معروف قاف والقرآن المجيد أي ما الأمر كما زعمه في إنكر البعث والنشور حزف جملة مسببة عن المذكور نحن ليحق الحق ويبطل الباطل أي فعل ذلك وأغراكم بقتال النفير وصرف عنكم العير ليعمل إيه؟ ليحق الحق ويبطل الباطل فهم يبقى أي فعل ما فعل بصرفكم عن العير ومواجهتكم للنفير اللي هو للجيش ليحق الحق ويبطل الباطل حزف جملة كثيرة نحن فأرسلون يوسف أي أصدق الله فأرسلوني أي إلى السجن حتى أذهب إليه فذهبت إليه فقلت يوسف أي أصدق وكل ده اتحذف أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤية ففعلوا فأتاه فقال له يا يوسف وفيها برده حزف إيه؟ يا إن دا قال له يوسف هي يا يوسف ماش كده؟ خاتمة خاتمة في الحزف بقى عشان إيه؟ نخلص إيه؟ الجزء بتاع إيه؟ اللي بنفهمه هو طاير حمد؟ هنخلص بعد كده في الإطناب الإطناب اللي هو إيه؟ يقول لك كل حاجة ويوسح لك كل حاجة ويشرح لك الواضح ويعمل لك كل حاجة بقى دي إيه؟ علشان إيه؟ الإطناب معناه التفصيل بقى هنوعد نحكي لك الحكاية إيه؟ من طق طق لسلام عليكم يبقى اسمك إيه الإطناب بقى؟ المصريين نقول لك إيه؟ من طق طق لسلام عليكم ايه طاقطق دي. مش عارف انا طاقطق. يعني من اول ما خبط عليك البيب. تاك تاك. لحد ما دخل وقعد وشرب الشاي. وتكلم ساعتين. وبنال لك سلام عليك. يعني احكى لك كلها. مش هيسيب لك هكذا. يعني معنى طاقطق لسلام عليك. يعني ايه? يعني طاقطق صوت ايه? صوت طرقة الباب. تاك تاك. قعد. حكى كتير. وبنقال له سلام عليكم. ماشي. انا بقى حكي لك من اول حتى ضربته على الباب. رن الجرس رنتين. شفت يعني حتى كل حاجة. والجرس بتاعهم صوته زي البيانو. او صوته عصفو. تاك 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 تاك. يعني شفت بقى ايه بقى ايه لتات يعني لت وعجلة لت وعجلة. ده اسمه ايه? الاطناب. لكن احنا ما زلنا ايه? في الحزف. اخر حاجة بالحزف. فهمت? خاتما. تارة لا يقام شيء ما قام المحزوف كما تقدم. وتارة يقام ما يدل عليه. يعني احيان يبقى فيه محزوف ومش جايب لك اي حاجة تدل على ايه المحزوف. تركه لزكاءك انتم. مش جايب لك حتى اصر. ولا حتى بصماته. عشان تتقت فيها. فهمت بازاي? بيه حتى تعمل على ايه? على زكاءك. واحيانا يجاب لك كده علامة. ايه? يعني زي ما تقول ايه طعم كده يفهمك من خلال الطعم ده ايه المحزوف ايه? فهمت بقى? يبقى تارة لا يقام شيء ما قام المحزوف كما تقدم. زي الامثلة كتير اللي قلناها. على اساس انه بيعتمد على فهم ايه? السامع. وتارة يقام ما يدل عليه نحو. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت بيه اليكم. فليس الابلاغ هو الجواب لتقدمي على توليه. فان تولوا فقد ابلغتكم. الله. ده هو الابلاغ الاول والتولي بعدين. مش كده برضو. انما التقدير فان تولوا فلا لوم ايه? علي. لاني ابلغتكم. فهمت? ايه فلا عزر لكم لاني ابلغتكم. وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ايه فلا تحزن واصبر فقد كذبت رسل من قبلك. لما المصيبة يتعم تخف شوي. لما تجي المصيبة تصيب الناس كلها. وانت معاهم. ايه بتواصوا بعض. انما تنزل المصيبة على واحد لوحده. كل الناس في امان تبقى صعبة عليه قوي. لانه يعودوا فقد مضت سنة الاولين. اي وان يعودوا. اي يصيبهم مثل ما اصابهم. وقد مضت سنة الاولين. كده خلصنا ايه? الحمد الله موضوع الحزر. وغدا نبدأ في نوعي الاطناب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته صلونا على النبي. يا ايها الذين امنوا. صلوا علي وسلموا اللهم صلونا على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومدادك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع ذكره الغافلون.